بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور أحمد صلاح إن شاء الله النهاردة ناخد المحاضرة التانية في الإسكن بعنوان الفشاة يعني إيه فشاة دكتور فاكر السابكوتين يستيشو اللي أنا كلمتك عنه السابكوتين يستيشو ده طبقة من الدهون دي اللي تحت الدرمس على طول طبقة الدهون دي طبعا بتختلف من منطقة لمنطقة يعني فيه مناطق ببقى فيها دهون بكميات كبيرة مناطق أخرى هنلاقي ما فيهاش دهون خالص مناطق تانية هنلاقي الدهون كميات قليلة طيب مين بقى اللي هيبقى تحت طبقة الدهون دي هل مثلا المصل المصل ده يعني الأورجن على طول صح قال لي لأ فيه عندك حاجة اسمها الفشا الفشا دي يا دكتور عبارة عن طبقتين حاجة اسمها السوبارفشيا الفشا وطالما السوبارفشيا ليبقى دي السطحي يبقى السوبارفشيا الفشا وديب فشا ودي الطبقة العميقة الغويتة تحت الديب فشا تلاقي بقى أي حاجة ممكن تلاقي مصل ممكن تلاقي أورجن زي أبدو من اللي هو الستومك البون الكارتلج المهم بقى إيه تكونات الجسم كلها هتبقى تحت الفشة دي يبقى إذن الفشة طبقتين سوبرفشة الفشة وديب فشة دي الطبقة يا دكتور اللي فوق الأورجن على طول اللي بتفصل ما بين طبقات الاسكن والأورجن طبقات الاسكن والأورجن طب السوبرفشة الفشة عبارة عن إيه لحظة نوع الأول والله ممكن يكون أديبوز تشو وأديبوز يعني فاتي يعني الأديبوز هي الفاتي سيل اللي هي الخلية اللي فات دهور فأديبوز تشو يعني نسيج دهني فممكن يكون الصبارفشة الفشة مكمل ليه الصبقتين يستشو ويكون عبارة عن دهور أو يبقى كونكتف تشو بس نوع إيه الكونكتف تشو لوس إيريولار قلت لك الكونكتف تشو يا دكتور عبارة عن شوية فايبر محططين في إيه في مادة الفايبر دي بتختلف في خيوط قوية في خيوط متوسطة الكوة في خيوط ضعيفة في خيوط نشفة ما بتتمطش في خيوط إلاستيك بتتمط وتاخد ويتدي معاك الخيوط الضعيفة هسميها اللوث لوس يعني ضعيف طري بياخد ويتدي معاك في أي حتة مهوش صلب إيريولار بنفس الفكرة إنه بينه مسافات تجاويف فالنسيج ضعيف مهوش نسيج كندنسد يعني فيه كسافة عالية كندنسد يعني الكسافة بتاعته عالية فمهوش قوي فالصبارفشة الفشة دايما واخدين الحاجة الصبارفشة اللي بتبقى ضعيفة لسه طرية فيقول لي دي لوس إيريولار كونكتفتشو أو أديبوستشو بيوصل للسكن بالديب فشة وفيه بعض الأماكن ما فيهاش ديب فشة زي البون يعني البون البون لو جدت حط إيدك على أي عضماية هتلاقي العضماية دي فوقها صبارفشة الفشة ثم صبكوتين يستيشو ثم ديرمس ثم إبيديرمس ففيه بعض المناطق اللي فيها بون ما فيش فيها ديب فشة لكن الديب فشة دي نلاقيها فين؟ في الأبدومين حط إيدك على اللسطمك قول لي فين اللسطمك بتاعتك اللسطمك بتبقى نحية الشمال حط إيدك كده على بطنك من فوق نحية الشمال آه تحت إيدي كده دي المعدة عشان أوصل للمعدة هتدخل في اللسكن اللي هو إبيديرمس ثم ديرمس ثم صبكوتين يستيشو ثم السبارفشة الفشة ثم الديب فشة ثم مصل ثم الستمك بدي طبقات البطن تمام؟ بدي فشة بتبقى موجودة فين؟ في المناطق اللي مفيهاش بول طيب بنسميها إيه؟ قال لي ممكن نسمي السبارفشة الفشة دي الهايبودرمس فالسبارفشة الفشة لو كانت لو كانت لوس إلرال كونيكتف تشو هتلاقي الصبكوتين يستيشو ثم الصبكوتين يستيشو لو هي عبارة عن أديبوستيشو هيبقى الصبكوتين يستيشو والسبارفشة الفشة حاجة واحدة تمام؟ خليط واحد لأنه كله دهون بقى سميناها إيه؟ الهايبودرمس كلام جميل طيب إيه الفانكشن بتاع السبارفشة الفشة؟ دكتور لوس إلرال تشو وفوقها اللسكن آآ أديبوستيشو وفوق اللسكن نسيج دهني نسيج لوس يعني ضعيف طري بينه مسافات بياخد وبيدي هو اللسكن بتاعك ثابت ولا بتحرك؟ بتحرك يعني هاتلي مثلا أي عضم ركبك مثلا اللسكن اللي فوق ده مش بيروح وبيجي عضم إيدك اللسكن اللي فيه ده مش بيروح وبيجي بتحرك آآ طب إيه اللي بيسمح بالحركة اللسلايدنج الزحلقة بتاعة اللسكن على الطبقات اللي تحته؟ هو ده هو السبارفشة الفشة فمن وظائف السبارفشة الفشة إنها بتسمح بالسلايدنج موفمنت بتاعة اللسكن على الطبقات اللي تحته تمام؟ في نفس الوقت أنا بتكلم في الفانكشن تحته عشان ما حدش يهتوه مني بقول فصلة اللسكن موفمنت بتسهل حركة الاسكن في نفس الوقت دي يعني ايه حتة طرية حتة تمنع الصدمات تمدس الصدمات فممكن نمشي فيها البلود فيزلز لو قاعد دموية والنيرفز بتاعت الاسكن تمام في نفس الوقت بتحفز على البادي وورمس ليه قلتلك دي طبقة الدهون الضب الكطبي يمشي في الجليد ولا شغل باله ليه طبقة صوبارفش الفشة سبكوتين يستشو يديبوستشو كبيرة جدا دهون كتير جدا بتعمل كعازل حراري تمام بنسميها انزليتور انزليتور يعني عازل حراري تمام كمان بتدي للبادي الكنتور بتاعه ازاي الفيميل ليه فيميل ليه كيرفي علشان الفات بتاعها بينتشر في الجسم بتوزيعة معينة يخلي لها بريست سادي يخلي البطنة عندها المفروض ما فيش كرش ويخلي البوتوكس اللي هي الارضاف بتاعتها تمام مليانة شوي فده الكنتور بتاعها ده الشكل بتاعه طب الميل الميل مثلا بيبقى عريضة المنكبين تلاقي صدره ما فيش فيه دهون فيه عضلات ومفروض كده القب من بتاعته تلاقي الكرش طلع ما شاء الله تمام والبوتوكس بتاعته لو هو ايه مبوتبكس فده الكنتور يبقى الشكل بتاعه اللي انا واخده ده بسبب طبقة الدهون طبقة الدهون هي اللي بترسم اللي سكين لو انت خسيت شوية يعني فقطت الدهون بتاعتك يقول لك ايه ده انت شكلك تغير يعني الكنتور بتاعك تغير الكنتور يعني شكل الجسم تمام لو تخنت شوية يقول لك انت شكلك متغير تتخنن يبقى دي الصاب كوتين يستشو او السبرفشة الفاشية هي دي اللي بتدي للبادي الشيب بتاعه الكنتور بتاعه تمام وسموس كنتوري يعني ايه برضو عشان تبقى فاهم يعني انت لما ديجي تحسس على جسمك كده هل بتلاقي مطبط طلع ده بيجي يملي الفرغات دي كلها ويخليك سموس كده تمام كلك ايه بلطة من فوق طب الصيط بتاعت السبرفشة الفاشية دايما بتلاقيها فين في الترنك تمام اللي هو الجزع بتاع الجسم بتلاقيها في الابدومنال وال تلاقيها في البوتوكس اللي هي الرجلين من فوق وتلاقيها في الفيس دي السبرفشة الفاشية تلاقيها غير موجودة مفيش دهون في القير بيننا في الجلد اللي موجود على الأزن مفيش دهون في الجلد اللي موجود في الآيلد في الجفن بتاع العين مفيش دهون البينس اللي هو القضيب بتاع الميل مفيش في دهون الاسكروتم اللي هو الجلد بتاع الخصية مفيش في دهون تمام بيبقى كوندنسد يعني يا دوبك حتة بسيطة خالص في الاسكالب في الجمجمة في البالم بيبقى كوندنسد يعني طبقة مضغوطة رفيعة جدا وفي السول بتاع الفوت يبقى هو Condensed و Absence و Will Developed يبقى دول 3 اماكن تحفظه هو Will Developed فين Absence فين Condensed فين طيب ال Function خلاص عارفناه طيب بالنسبة للديب فاشية الديب فاشية هيقولك دي Dense Dense بقى يعني حتة كده مضغوطة كده مترصصة فوق بعضها قوية Connective تشو Commonly Arranged in sheet يعني ايه sheet صفحة فوق صفحة فوق صفحة فوق صفحة علشان هيبقى قوي تمام فيقولك فيكونلي Form Stocking Around المصل and the tendon بنيس السبرفشة الفاشية تحت بنيس يعني تحت بنيس يعني تحت تحت السبرفشة الفاشية هو عبارة عن غلاف بيربط للمصل والتندن بيغلف للمصل والتندن تمام Stocking يعني بيلف حوالين المصل والتندن الصيد بتاع الديب فاشية الديب فاشية مش موجودة في الفيس ولا في الاسكالب اللي هي عضمة الجمجومة اللي هو الاسكالب اللي هي الجلدة المغطية للشعر الجمجومة اللي بيطلع فيها شعر دي اسمها الاسكالب والأنتيريور قدومنا لقول ما فيش فيهم دي قصد دول ما فيش فيهم دي بفاشية بقى الجسم فيه دي بفاشية تمام طيب الفانكشن قال لي والله انفست المصل كلمة انفست دي اللي هو يقول لك جاء من كلمة فيست فيست يعني سوت او بدلة فانفست ده يعني يغطي او يعمل كفر ليه المصل فيقول لك ايه بيانفست المصل عشان يديها علشان يحافظ على المصل يخلي العضلة قوية سبتة في مكانها كمان يقول لي سند سبتة بتوين المصل انا عندي عضلة شغلة كده وعضلة تانية ماشية كده العضلتين يحكوا في بعض المصل فايبر اللحمة تاكل بعضها احتكاك لا يبقى بينهم سبتة منين من طبقة الدي بفاشية كمان بيقول لي بيغطي معظم او بعض السترائشة زي الجلندات اي غدة في الجسم تلاقيها متحوطة بيدي بفاشية يقول لك ده الكفر بتاعها ده الغلاف بتاعها البلوت فيزلس علشان يسبتها في مكانها برضو متحوطة بيدي بفاشية كمان بيقول لك دي بفاشية دي بتبقى سيكن فيري سيكن تخينة جدا في البالم تمام بنسميها بالمر أبنيروزس كمان في السولو في زفوت بنسميها بلانتر أبنيروزس ليه أبنيروزس دي طبقة كده قوية علشان تجي هتمس مرقة ودبوس وحاول تدخل في رجلك يدخل بكل سهول دخله في البالمة أو في السول بصعوبة جدا تمام تحس انه هو قطع غلاف سميك كمان ليه بقى قال عشان يعمل بروتيكشن للأندرلاينج استركشور ده إيدك دي فيها نورفات موت ده إيدك دي فيها بلات فيزلس موت كل صبع من دول في نرف بيشغله كل عضلة من دول في نرف بيشغله فكل دول لازم نتحمهم بسيك ايه دي بفاشية كمان بيقول لي ان الدي بفاشية بتهيل بالفينوس الفينوس ريتيرن اللي هو رجوع الدم فينوس اللي هو دم الوريد ففينوس ريتيرن يعني رجوع الدم من اللور لمب لأنها بتعمل ايه closed compartment inside الاسكليتا المصل علشان يعمل squeeze للفين مش فاهم يا دكتور يقولك هي في اللور لمب تحت تلاقيها ايه السمنة بتاعتك دي مشدودة دايما رفيع تخين طويل دايما السمنة دي مشدودة ليه دي بفاشية بتيجي تعمل لك ايه غرفة مغلقة كده الغرفة المغلقة دي لو انا بسيت عليها من فوق يعني هلاقي الفين اللي هو الوريد ماشي هنا كده والعضلة جنبه هنا كده لما العضلة بتنقبط بتتخن فتقوم فحص الوريد يقوم زي ايه الدم اللي جواه فين فوق نحية القلب تمام فده يساعد يبقى هي بتساعد الفين لنتيجة انها بتعمل لحجر يعني حجر او مكان مقفول تمام فالسكليتا المصل لما تكون تركت تنقبط تعمل تعصر الفين فتعمل لي لوضخ العضلة ان العضلة بتزق الدم اللي موجود في الوريد تمام دي كده كان باقي محاضرة يريد تعلق اسئلة اللي نزلة ولو في اي مشكلة رسله لع الجروب ترجمة نانسي قنقر